كنت معا عبر سكايل إلى ملفنا الثاني والذي نصلت فيه الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن علاقات مصر مع إسرائيل تعززت خلال فترة حكمه لسيما على صعيد التعاون الأمني وفي حوار مع قناة سي بي اس الأمريكية قال عبد الفتاح السيسي أن العلاقة مع تل أبيب هي الأقرب حاليا بالمقارنة مع الإدارات المصرية السابقة وتتضمن التعاون في مجالة شتى موضحا خلال المقابلة التي ستعرض كاملة لحد المقبل المقبل أن جيش بلاده يتعاون مع نظيره الإسرائيلي لمواجهة ما سماه الإرهاب في سينا وفي سياق آخر ذكرت القناة أن السيسي تحاش الرد على سؤال حول مسؤوليته عن فض اعتصام ميدان رابع العدوية مكتفيا بالقول أن آلاف المسلحين كانوا متواجدين في الاعتصام لأكثر من أربعين يوما وأنه حاول صرفهم بكل الوسائل السلمية نبدأ النقاش بعد تقرير معاذ آدم لدينا نطاق واسع للتعاون مع الإسرائيليين في سيناء إجابة من مقطع لمقابلة استمرت ستين دقيقة أجرتها فضائية سي بي اس نيوز الأمريكية مع عبد الفتاه السيسي سيبث اللقاء كاملا يوم الأحد المقبل في الوقت الذي طالب فيه السفير المصري بواشنطن يسرد عدم إذاعة المقابلة والتي ركزت على حقوق الإنسان في مصر والجرائم بحق المدنيين وعلاقة النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي خصوصا التعاون المشترك في سيناء الجيش المصري الذي يخوض منذ أربعة أعوام عمليات عسكرية لمحاربة جماعات إرهابية مثل ولاية سيناء التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة أواخر 2014 ما يجعل من المبرر التعاون مع إرهاب إسرائيلي هو أخطر للقضاء على تنظيم الدولة التنسيق المصري مع الجيش الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب بشكل يومي ضد الفلسطينيين وقد مارسه ضد المصريين في معارك مختلفة منها يكشف التحول في المسار الاستراتيجي لدى مصر التي تتعاون مع الإسرائيليين على حساب دورها الإقليمي القومي والوطني في المنطقة العربية وقد كان الاحتلال الإسرائيلي الخطر الأكبر في المنطقة العربية وفي المقابلة فقد وصف السيسي العلاقة مع الإسرائيليين خلال مقابلته بأنها الأقرب بالمقارنة مع الإدارات المصرية السابقة يضع تساؤلا مهما هل أصبحت إسرائيل حاميا للأمن القومي المصري أم تهديدا له للإجابة على هذا التساؤل معي هنا في الأستوديو الكاتب والبحث الفلسطيني أستاذ خليل الآغاء أستاذ خليل بداية إجابة على سؤال معاذ هل أصبح فعلا الاحتلال الإسرائيلي حاميا للأمن القومي المصري بعد أن كان في أذهان كثير من الكتاب المصريين على اختلاف ألوانهم السياسية كان تهديدا لأمنهم القومي والله الحقيقة هذا الأمر مثير للصخري أن نتحدث عن دولة احتلال دولة إرهاب في المنطقة إرهابها معروف على مدار تاريخها ثم نأتي الآن محاولين تجميل هذه الصورة بأنه جهة يمكن التعاون معها لمحاربة الإرهاب لست أفهم ولا يفهم أعتقد أي عربي يستمع لهذه الأخبار يفهم مغزى أن تتعاون دولة قائمة على الإرهاب أصلا في حماية دولة أخرى مجاورة لها من الإرهاب يعني في محاولة للفهم إذا كان لدها هذا الطرف وذاك خطر مشترك هو التنظيمات المتطرفة الموجودة في سيناء هي خطر على أمن مصر وخطر على أمن الاحتلال ألا يبرر ذلك لعبد الفتاح السيسي التعاون مع تل أبيب بشكل محدود فقط للقضاء على الجماعات المتطرفة في سيناء هذه نوع من التلاعب على الشعوب وعلى شعوبنا العربية من خلال أن إيجاد مساحة للتعاون مع الاحتلال والذي قد يسمح مستقبلاً بإيجاد مساحات أخرى أيضاً للتعاون بدءاً من أنه وقفوا معنا في حربنا ضد الإرهاب بإمكانهم أن يقفوا معنا في مجالات أخرى هذا نوع من التطبيع شيئنا ما بين ولكن هل أنت توافق من حيث المبدأ أن تل أبيب يمكن أن تؤتمن على محاربة حتى لو كانت جماعات متطرفة؟ بالطبع لا لأن إسرائيل ذات نفسها أو دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تصنع الكثير من هذه التنظيمات الإرهابية حتى تبرر لنفسها الوجود أو التواجد في مناطق معينة لربما أيضاً فشل الجيش المصري على مدار سنوات في محاربة هذا التنظيم في سيناء أو لا نعلم إذا كان هذا الفشل مصطنع أو ما هو فشل حقيقي لكن في حال أنه كان ويبدو الظاهر أنه فشل حقيقي الآن نستعين بدولة الإرهاب لكي تحارب هذا الإرهاب الذي ربما هي تصنع بنفسها ماذا يعني ذلك بالنسبة للأمن القومي المصري في العلاقة مع غزة عبد التحسيسي كان يتحدث عن غزة بأنها عمق في الأمن القومي المصري الآن أصبحت تل أبيب هي العمق الأمني للأمن القومي لمصر هذا من سخريات هذا العصر صراحة هذه يعني لا يفهم إطلاقاً لا يفهم إطلاقاً كيف أتعاون مع عدو سابق سبق أن ارتكب الكثير من المذابح ضد الجيش المصري نفسه ولكن هذا نوع من تدجين العقل العربي أن هذا غسل صورة وبحيث يصبح هذا الاحتلال حامح من الأوطان هذا فعلاً مدعال السخرية ولو رجعنا إلى الكثير حتى من التقارير في المحيط العربي ليس في مصر فقط نعلم جيداً أن دولة الاحتلال تقف وراء إنشاء الكثير من هذه التنظيمات حتى تزعزع من هذه المحيط ما الخطر الآن والخطر البعيد لمثل ذلك التعاون على سبيل المثال بالنسبة لغزة السلطات المصرية ما زالت تتوسط بين حماس وفتح في المصالحة وتتوسط بين حماس والاحتلال الإسرائيلي من أجل تهدئة هل يمكن أن يفتح هذا التعاون الوثيق بين القاهرة وتل أبيب على علاقة خطيرة جداً على حماس على اعتبار بأن مصر أصبحت الآن ترى في تل أبيب حامياً أمنياً وثيقاً لها أصدقك القول أنه لا أعتقد إطلاع مطلقاً أن النظام في مصر لديه الخيار فيها هو الأمر يفترض عليه التعاون أو سبق لمن كان قبله الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض التعاون في كثير من المجالات وفي هذا المجال تحديداً تم إقصاءه فوراً فهذه الثمن الذي يدفع النظام القائم في مصر الآن مقابل أن يبقى موجوداً ولكن هل يشكل خطر على حماس على اعتبار بأن مصر الآن من حيث هذا المفهوم أو الحكومة المصرية تحديداً ربما تكون غير مؤتمنة بالنسبة لحماس الخيارات أمام حماس في قطاع غزة ليست كبيرة وربما التعاون مع النظام القائم في مصر بحكم أنه النظام الحالي أمر مضطرونهم إليه ويشكل فعلاً خطر عليهم ويشكل خطر على مستقبل قطاع غزة بشكل عام لكن اعتقادي أن مجرد وجود هذا النظام لخدمة أهداف معينة لا يعني بالذات بالضرورة أنه قد يشكل متهديداً للمستقبل فعمق سواء حركة حماس في الداخل يعتمد على الداخل الفلسطيني هل يمكن أن يشكل هذا الموقف خطراً على ما يسمى بعقيدة الجيش المصري القتالية كل جيش في الدنيا من المفترض أن لديه عقيدة حول من هو العدو الآن إذا كانت تل أبيب بالنسبة للجيش المصري حليف وثيق وهناك درجات عالية من التعاون الأمني بينهما فمن هو عدو الجيش المصري إذن؟ عقيدة الجيش المصري بالأسف مع احترامنا لهذا الجيش الذي كان فعلاً تحترم كل الشرم العربية لا يبدو أنها تغيرت البوصلة بالكامل ولم تعد موجودة حقيقة فهو لا يعلم الآن حين رأينا نزول الجيش للشوارع اعتقد الجميع أنه لحماية الثورة في مصر وتبين أن هذا الكلام غير صحيح من المطلق وبالتالي تغيرت البوصلة وتغيرت عقيدة الجيش المصري للأسف وبعت جل الاهتمام حول المشاريع الاقتصادية وكيفية تنمية موارد الجيش المصري نفسه واختفى العدو المحيط ولكن البعض يرى بأن ذلك ضرورة لعبد الفتاح السيسي في هذا الظرف الحساس الاقتصادية المصر تعاني من أزمات اقتصادية وتحتاج لمعونات من كل الأطراف ألا يمثل هذا الكلام ربما استرضاءاً لأميركا وإسرائيل أكثر منه تعبيراً عن تغير حقيقي في استراتيجية مصر السياسية هذه لقمة مغمصة بالعار إذا كان هذا الكلام صحيحاً ومن وجهة نظر الاقتصادي لأعلم أنه جل هذه المساعدات قد تخدم فعلاً للاقتصاد المصري الاقتصاد المصري يحتاج إلى تغيير في جذوره حتى يعود لكي يستقيم أما أن نقول أن هذا النوع من المساعدات يمكن أن يحيي دول وبالذات دولة كبيرة كمصر والجيش ضخم كالجيش المصري فهذا الكلام يعني غير دقيق بالمطلق طيب عندما نسمع بأن القناة الأمريكية رفضت طلباً للسلطات المصرية بعدم بث هذه المقابلة يبدو أن عبد الفتاح السيسي أحرج من ما قاله ألا يشكل ذلك عذر لعبد الفتاح السيسي فيما قاله حول العلاقة مع تل أبيب ليس بالضرورة شكري يعني ما قاله يبدو أنه كان محاولة لإقناع أو مخاطبة الرأي العام الأمريكي وتصور أنه قد اقتصر الأمر على ذلك ولم يكن يعلم لربما أنه من خلال تغيير الوقائع ومن خلال الادعاءات التي أطلقها في هذه المقابلة يمكن أن يخدم وجهة تنظر أمام الأمريكيين وبالتالي نكذب عليهم نكذب عليهم نكذب عليهم حتى يعتقد أن هذا رئيس دولة وبالتالي يجب أن يحترم رأيه لكن ما يقوله وما يفعله بالضرورة الحقيقة أنه يعني يود بمصر صراحة بسمعة مصر يعني في الهاوي أبقى معي سيد خليل إلى الملف الفلسطيني الذي سنناقشه بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر